الطلب الكبير على الذكاء الاصطناعي يقفز بأرباح شركة TSMC التايوانية وسهم الشركة يتفاعل إجاباً فإليكم تفاصيل نتائج الشركة للربع الثالث من هذا العام الشركة التايوانية أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 54% في الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 10 مليارات و100 مليون دولار وبأعلى من التوقعات البلغة 9 مليارات و300 مليون دولار كما بلغت الإرادات 23 مليار و500 مليون دولار بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 57.8% في الربع الثالث مقارنة بـ 54.3% في نفس الفترة من العام الماضي TSMC توقعت نمول إرادات سنوية في الربع الأخير من هذا العام أيضاً حيث قال ويندل هوانغ المدير المالي للشركة إن إرادات الربع الرابع قد تتراوح بين 26 مليار و100 مليون دولار و26 مليار و900 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي حيث تستمر شركات تصنيع الرقائق العالمية في الاستفادة من الطلب الذي تعززه تطبيقات الذكاء الاصطناعي أما بالنسبة للإنفاق الرئيس المالي فارتفع التكاليف الرئيس المال للشركة إلى 6 مليارات و400 مليون دولار في الربع الثالث مقابل 6 مليارات و360 مليون دولار خلال الربع الثاني مع توقعات أن يرتفع إنفاقها الرئيس المالي لهذا العام بأكمله إلى ما يزيد قليلاً عن 30 مليار دولار سهم TSMC التي تعتبر أكبر منتج للرقائق المتقدمة في العالم قفز بأكثر من 8% في تدولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي اليوم وأصبحت أسهم الشركة المدرجة في أمريكا مرتفعة بنسبة 80% منذ بداية هذا العام TSMC التي تعد رقائقها المتقدمة عنصراً حيوياً لمجموعات كبيرة من المنتجات من الهواتف الذكية إلى التطبيقات الذكاء الاصطناعي عملت على زيادة حضورها التصنيعي في جميع أنحاء العالم حيث نفذت استثماراً خارجياً ضخماً بقيمة 65 مليار دولار لثلاثة مصانع رقائق في ولاية أريزونا لتلبية الطلب الأمريكي الكبير بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع لها في اليابان في وقت سابق من هذا العام